سنقرأ لشهر 11 نوفمبر 22 عام 2023 سنقرأ للبرج الرائع جداً صاحب الاتسامة المميزة القادر من خلالها كسب القلوب الأشخاص اللي حولوا لديه طاقة روحانية هائلة جداً وحاسساتسة قادر يعلم بالخطر قبل حدوثه أكيد أنا بحكي عن البرج الناري برج القوص الرجاء من الجميع اللايك التاجيعي والأشخاص الجدد على القناة ما ينسون بالاشتراك ومهم جداً يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى للتواصل على طريقة الواتساب بتلاق رقو الواتساب تحت سفل الفيديو بصندوق الوصف مراتاً بكتبه في التعليقات نرى يا أصدقائي شو مخبه لكم بشهر 11 تشتين الثاني عام 2003 وعشرين بإذن الله تعالى الآن وقتك ستزيح عنك غبار الماضي ورح تبدأ بداية جديدة وانطلاقة سريعة وخصوصاً ستستخدم قدراتك ومواهبك في الأمور المهنية ورح تتفوق على العديد من الزملاء اللي من حولك في مجال المهني اللي انت قائم عليه والحظ يبتسم لك وخصوصاً إذا كان فيه ترقية أو حوافز بالفترة القادمة سيكون اسمك من أول الأسامي بإذن الله تعالى أما في الأمور العاطفية وخصوصاً المنفصلون لقد تجاوزوا فترة كانت مش سهلة عليهم مليئة في العقبات والعراقيل وتجاوزوا فترة كانت مش سهلة عليهم ولكن يا صديقي دائماً طلع الكوب المليان أن هذول الأشخاص منكشفوا على حقيقتهم وما ظليتك مخدوع فيهم سيحاول أحد الأشخاص اللي كان عزيز جداً على قلبك في الماضي التقرب منك والتواصل معك بهدف أن يكون علاقة عاطفية ويعيد الأمور إلى مجريها مثل ما كانت في السابق حاول قدر المستطاع أنك لا تأخذ قرار بشكل سريع جداً بخصوص هذا الشخص اعلم يا صديقي لما تكون بعلاقة فيها خيبة آمال أو ممكن هذا الشخص أنه ما يوفي بالوعود الوعدك فيها أنه بضيع أهم أيام حياتك من ناحية وبضيع فرص عاطفية كنت ستحصل عليها بالفترات القادمة سيكثرون من حولك الأشخاص اللي ينظروا إليك نظرة الغيرة والحسد وسيحاولوا إعاقة تقدمك وتشويه سمعتك أمام الأشخاص اللي من حولك التقي شر من أحسنت إليه وخصوصاً نظر الأشخاص عمرك ما ردتهم خايبين كنت دائماً يتمدهم بيد العون وأيضاً كنت تساعدهم ولكن سيبدلوا إحسانك في الإساءة لا تتردد أنك تواجههم بشكل مباشر عشان توقفهم عند حدهم وتبين لهم أن مراقتهم مكشوفة أمامك ستمتع بطاقة روحانية رائعة جداً ستساعدك على اجتياز كل العقبات والعراقيل التي تواجهك ومواجهة بعض المشاغل الحياة رغم بعض المكاسب المالية هناك بعض المصاريف والنفاقات الزائدة ستكون عليك بشهر 11 نوفمبر 22 وخصوصاً بالاسبوع الثاني والرابع ستحاول قدر المستطاع أن تقلل من هذه النفقات والمصاريف وإن شاء الله ستنجح تقليل العديد من النفقات والمصاريف اللي كان مائلها داعي من الأساس أما الأشخاص اللي عندهم مشتك حياة مستقبلي كيف يعني نشتك حياة مستقبلي؟ يعني بكون في شخص متفق انتويا على الزواج بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الآجل يبتسم لكم الحظ والفرصة متاحة لإتمام زواج ناجح سيكون شهر رائع جداً مليء في الحب والكلمات الرومانسية المتبادلة بينك وبين الحبيب ورح تكثروا من الكلمات اللي عن أموركم اللي حابين تعملوها مع بعض المستقبلية مثل موعد الزواج في الأمور الصحية تشعرون في بعض التراجع والآلام الغير اعتيادية وخصوصاً ألام في المعدة كما غص بروحه بيجي وأيضاً ألام في الرأس وأيضاً في المفاصل حاول قدر المستطاع انك تنتبه لصحتك ولا تستخدم اسلوب المجابرة انت دائماً بتجابر على نفسك يعني بس موضوع الماء يقالمك أو يوجعك بتحكي هساً شوي وبروح مع سبيل المثالك تذهب للطبيب وبتعمل الفحوصات اللازمة وبتطمن على نفسك اعلم يا صديقي لمولود برج القوس تزداد نشاطاتكم الاجتماعية وزيارة الأقارب والأصدقاء قد تظهر بعض العلاقات المميزة إذا كنت بشكل إيجابي مع الأشخاص اللي من حولك وخصوصاً رح تتلقى دعوات إلى مناسبات سعيدة مثل حفلات الزفاف وأيضاً عزومات الغداء واستقل حفلات هذه الزفاف رائع جداً بقمة الجمال والأناقة لن تكون وحيداً تتفل كثيرين حولك طالبين دعمك لهم أو منحهم الطاقة الإيجابية لا تتردد أنك تحكي الأفكار والمشاريع التي تدور في رأسك للأشخاص اللي من حولك واتق تماماً سينعجوا بهذه الأفكار ويتحاولوا أنهم يتقربوا منك وهدفهم أن تكونوا معك شراكات مهنية تعود لك بالنفع وبالدخل المادي الجيد أما الأشخاص اللي يبحثوا عن فرصة عمل جديدة تتاح لهم بعض الفرص اللي لا بأس بها وخصوصاً بالاسبوع الأول والثالث ستكون هذه الفرص استثنائية حاول استغلالها ودفع بمصالحك إلى الأمام طبعاً أرقام الحظ إذا في أيام حاب أنك تقدم كوظيفة أو بالأمور المهنية أو مشترة وباع هذه الأيام اللي هو طبعاً أول شيء يوم خمسة ويوم ثلاثة عشر وسبعة عشر هذه الأيام فيه نحظ استثنائي لمولود برج القواس نكمل يا أصدقائي بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أن أنا بعمل ثلاثين قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر اللي ما بيحالفوا الحظ هذه المرة ما يزعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون من أحد الرابحين معي فهذه القراءة طبعاً للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقوا رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو بصندوق الوصف ومراتاً بكتبه في التعليقات لنرى يا أصدقائي شو مخبالكم في الأحداث القادمة بإذن الله تعالى أما الأشخاص المقبلين على امتحانات داخلية أو خارجية أو عندهم مطالعة هناك بعض التراجع في مجال الدراسة وخصوصاً أن هناك علاقة عاطفية ستؤثر على مستقبلك وأيضاً أمورك الدراسية حاول أنك تنسق وقتك وتهتم بالوقت الدراسي زيادة عن أول وبإذن الله تعالى بهذه الطريقة رح تستعيد اللي راح منك وأيضاً الأحداث القادمة ورح تبلي بلاء حسن وتحقق نتائج رائعة جداً أكثر من ما تتوقع كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل مع محمد الزيان موسيقى